في هذا العالم هناك اشتركوا في حلقة جديدة هنا على هوم سينما رجعنا بجيب جديد وحلقة جديدة والحلقة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي حلقة افلام العيد افلام العيد الفين تلاتة وعشرين الموسم اللي هو مفروض على طول بعد الموسم الرمضاني بتاعنا كل سنة وحضراتكم طيبين انا مش عارف كنت متردد ان انا اعمل الحلقة دي ولا لأ بس انا بصراحة كنت حابب ان انا اتكلم شوية على افلام العيد لان انا في فيلم واحد بس عارف ان هو هينزل في العيد فده محبس شوية ليا تمام اه فحابب اعرف باقي الافلام اللي نزل في العيد واشوف التريلر بتاعها ونعمل لها كبان تريلر ري اكشن بس بصراحة الافلام يعني قبل ما اصور قلت افتح الصفحة بتاعتنا ان اشوف يعني ايه الافلام اللي هتنزل في العيد يعني حاسس ان الافلام بصراحة ايه ده يعني ماشي انا مش هستور عليكم يلا بينا على طول نبدأ ونشوف مع بعض الافلام اللي نزل في عيد الفطر السنة دي اول فيلم معنا فيلم اسمه ساعة اجابة وده للمخرج مصطفى ابو سيف تمام ومن بطولة سليم مصطفى الطفل سليم مصطفى على معتقد الولد ده لكان عامل آآ آآ لكان عامل اللعبة الولده ومعا السوسن بدر غدا عادل شريف سلامة ايتن عامر نجلاء بدر انتصار محمد صروت بدريا طلبة يعني فيه ناس تقيلة يمان السيد بس العمل ده يعني ماشي عارف انا محتاج اشوف التريلر الاول بتاع العمل ده لان احاسس ان العمل ده ريزك كبير قوي من المنتجين او المنتج او يعني للفيلم ده ده فيه عمر كمال كمان صح انا شايفه في البوستر صح لعمر كمال ماشي ما علينا آآ الفيلم التاني هو فيلم اسمه رامسيس باريس هو ده بتاع هيفاء صح آآ ده اخراج احمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير وهو فعلا من بطولة هيفاء واهبي محمد سلام مصطفى خاطر حمد المرغاني محمد صرد محمود حافز قس قس مصطفى البنة اوكي آآ ده مفروض ان هو كوميدي يعني صح؟ حكيت ده الكاست ده مفروض كاست كوميدي ده كوميدي قصة مكتوب الجانر يعني ايه خيال مش كوميدي يعني ماشي الفيلم التالت والمفروض ده الفيلم المفروض اللي متراهن عليه انه هيكون واحد من اكتر الافلام اللي هتجيب ارادات في موسم عيد الفطر وهو فيلم ابن الحج احمد وهو طبعا مخراج معتز التوني ومن بطولة شيكو وهو دي دي هتكون اول بطولة مطلقة لي شيكو رحمة احمد اللي هي بتاعت الكبير اللي هي مربوحة سيد راجب عيدة رياض صبري فواز ومصطفى غريب هو مفروض آآ ده مفروض فيلم يعني مفروض ان هو حيسورباس في حتة الارادات فمعرفش بقى ده فعلا ولا لأ فيلم اللي عندنا بعد كده عندنا فيلم اسمه بعد الشر وده يعني مستحيل الواحد اصلا يتفرج عليه هو بطولة اه هو من اخراج احمد عبدالوهاب ومن تأليف امين جمال وبطولة علي ربيه وميرنا النور الدين وقسقس ورانا الرئيس بايومي فقاد عمر عبدالجليل هلا فاخر شيرين سليمان عيد هو مبدئيا كده قبل ما اشوف التريلر البوستر حرفيا البوستر هو هو نفس البوستر بتاع فيلم برايد وورز اه اللي هو كان بتاع ان هاثوي وكيت هوتسون ده 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 بين من البوستر مغير ما اشوف تريلر اتمنى ان كل الافلام اللي عمال اقول عليها دي اتمنى التريلر بتاعتي هتكون نزلت عشان نعملها تريلر وننخلص. اه عشان مش حابين ان احنا نعمل حلقة تانية يعني عن افلام اه افلام عيد الفطر. ده الفيلم بقى الوحيد اللي انا عارف ان هو هينزل وبجد انا هتفرج على التريلر بتاعه وهو فيلم اسمه يوم التلاتاشر او تلاتاشر يوم اي دونو ده هو مكتوب داي ثرتين يعني هو مش فاهم هو يوم تلاتاشر او تلاتاشر يوم مش هتفرق يعني اه هو من اخراج واقل عبدالله ومن تأليف كمان واقل عبدالله تقريبا على دوال عبدالله ده المنتج صح كده ثانية كده يا جماعة معلش ادي بصة عشان نحتاجها دوال عبدالله ده ده المنتج. اوكي دوال عبدالله المنتج يا معنا ده اخراجيا اي تينك ده اول عمل اخراجي لي. فربنا يسطل يعني تقريبا ده اول عمل اخراجي صح? اه يس ده اول عمل اخراجي لوائل عبدالله. انا اللي عاجبني يعني حاجتين في في الفيلم ده حاجتين. الكاست حلو. وفكرة ان ده يعتبر اول فيلم عربي. ده فكرة بالنسبة لي بصراحة حلوة جدا. على الرغم ان انا مش متفائل بالفيلم ده. تمام? من غير حتى ما شوف التريلر. بس الفكرة ذات نفسها انا عاجباني لزيزة يعني ان هو هيكون اول فيلم عربي هيتعمل تقريبا في فيلم كان نزل قبل كده اللي هو فيلم اسم مية اتنين وعشرين ما عارفش هو كان نزل ثري دي ولا لأ انا مش قادر افتكر. على ما اعتقد كان نزل ثري دي يعني بس لأ ما اعلنش عنه ان هو ثري دي يعني اوي كان لما نزل كان نزل اكتر تو دي فده ده ده فيلم ان هو هينزل ثري دي عامة فعاجباني الفكرة يعني الكاست معنا احمد داود دينا الشربيني شريف مونير اروى جودا نسرين امين محمود حافز جمانة مراد محمود عبد المغني احمد زاهر نوا عبدين ونها العنبر. فالكاست الكاست حلو يعني احمد داود دينا الشربيني اروى جودا الناس دي ممكن يطلع عامة حاجة محمود عبد المغني احمد زاهر. فاااا يعني عاجبني الكاست. ده الفيلم الوحيد اللي كنت عارف ان هو موجود بالسلسة ما شفتوش التريلر بتاعه. عندنا بعد كده فيلم اسمه مغامرات كوكو يعني يا جدعان بطريقة مش طبعية. يعني انا مش عارف هو الموسم ده في ايه? يعني انا مش عارف بجد الموسم ده هو في ايه? هو مبدئيا اه المخرج هو مين المخرج? اسماعيل فاروق اي تينك اسماعيل فاروق ده اللي كان عامل عبدو موتا ولا كان هو كان عامل شوية افليم كده غريبة متتشافش يعني وزا مهلوية وحاجة كده فهندي بص اهون اعرف دلوقتي. عشان الاسم ده انا مش مش غريب عليها. اولا كان عامل النباتشي اولا عامل اشاش واحد سعيدي وكلبي دليلي وعبدو موتا اهو. اولا كان عامل عبدو موتا ولاد البلد. يس. عامل شوية افلام غريبة. الرجل ده عامل شوية افلام غريبة ما تتشافش الاشاش. حصل خير عبدو موتا. ابقى قابلني. الاكاديمية. يعني كلبي دليلي. يعني الخلبوس. يعني تقريبا حرفين كل الافلام اللي انا قلتها دي تقريبا كلها فشلت. اصلا معا ده فيلم عبدو موتا يعني. ومن تأليف ايهاب ناصر والبطولة بايومي فؤاد بايومي فؤاد هو في الليدينج. الفيلم ده لو جابت اتنين مليون يعني حرفيا يعني ده يعملو فرح. بايومي فؤاد خلد الصاوي خلد الصاوي في فيلم زي ده? اه مع كامل احترام خلد الصاوي بس هو قلل من نفسه فاشخة يعني انه هو يعمل فيلم زي ده. خلد الصاوي شغير رضا. واو. قس قس من فضالي. من صلاح عمر عبدالعزيز. طهر ابو ليلة. صار سلامة حمدي المرغاني. يعني انا بصراحة من وجهة نظري شايف ان اه خلد الصاوي الشرير رضا قللهم من نفسهم جدا ان هم يعملوا فيلم زي ده بصراحة من غير حتى ما شوف حتى تريلر. يعني بطريقة مش طبيعية. والفيلم الاخير اللي معنا او الفيلم المشي الاخير القبل الاخير هو فيلم اسمو هارلي. اسطولة الاسفلت هو فيلم بتاع محمد رمضان. وطبعا ده المتوقع له ان هو ممكن يكون اعلى ارادات في موسم عيد الفطر الفين تلاتة وعشرين. والسبب حاجة واحدة. السبب ان هو التأليف لي محمد سامي. وهتكونه السبب التاني اللي احنا هنكونه خارجين اه من الموسم الرمضاني بتاعنا. من مسلسلات رمضان كان عم قدم جعفر العمدة. فالنجاح ده هيخش في النجاح ده. فبالتالي الناس هتخش في النجاح بتاع محمد رمضان الفيلم بتاعه. عندنا في الكاس محمد رمضان محمد حميدة ميا عمر احمد داش برضو. حسني شيتة مي كساب برضو. نفس ممثلين تقريبا. اسماعيل الفرغالي حلو. اسماعيل الفرغالي بحبه. عازم ايهاب بس منزره. اه على معتقد ده نزله تريلر بصحة لسه مشوفناهوش فنعمله تريلر ري اكشن. الفيلم الاخير اللي هو مفروض ينزل معنا في اه موسم عيد الفطر السنة دي في الفين تلاتة وعشرين. الفيلم ده لسه يعني هينزل ولا لأ? ده لسه مش عارفين هينزل يعني في الموسم ده في العيد ده ولا في العيد اللي بعديه. اه وهو فيلم اسمه خمس جولات وهو من تأليف محمد عبد المعطي واخراج مازن اشرف. اه البطولة لادم الشرقاوي مجد المصري عيدة الايوبي داليا شوقي نور النبوي مصطفى درويش حلو الكاست على فكرة برضو. بس انا مستغرب ان ادم الشرقاوي هو يعني. اه ماشي. ماشي. ماشي ماشي ماشي. هنشوف دلوقتي هنشوف ده. ده مين ده ارسنك ده والا ارسنك ده وكان اسمه ايه? اي تينك ده ده المغني الراب صح? ده هو اللي موجود في البوستر ارسنك اي تينك كان اسمه ارسنك صح? انا ما وحش في الاسماء جدا عند. ماشي. فاحنا بصوا احنا نعمل دلوقتي وحنشوف هنتفرج على ايه السنة دي في افلام العيد وغالبا يعني باللي انا شايفه ده عندي احساس ان احنا مش هنفرج على ايه حاجة يعني. ممكن الافلام في حاجة بينهم تطلع حاجة حلوة فنغير رأينا. اه ونشوف. هو صحيح قبل ما نعمل سيت اقول حاجة جدعان جون ويك لسه نازل النهاردة. في السينمات اه في دور العرض. وفكرة غريبة شوية قبل ما نعمل تريل احابة اتكلم في حاجة سريعة معلش. ان جون ويك ينزل قبل موسم عيد الفطر. طبعا كالعادة هم منازلينه قبل موسم اه عيد الفطر بقبلها باسبوع. لان الفيلم اللي اسمه جون ويك اللي هو مفروض هينزل ده ده انا متأجل مليون في المية لو نزل مع الافلام دي هيكتسح اه الافلام دي. يعني حرفيا اكن الافلام دي ما نزلتش. ده 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 مبدأ اي يعني يعني. ومشكلة كمان انا خاف من حاجة لان انا من وعاية الناس انا ما بحيبش هخش السينما في العيد. اه سوري ما بحيبش هخش السينما في رمضان. تمام? لان تقريبا على ما اعتقد بيبقى فيه اه بيبقى فيه تقريبا قاعة واحدة او بيبقى فيه معاهد واحد اهو بيبقى تقريبا من عشرة بالليل وبعد كده ما فيش حاجة ما فيش تاني. تمام? وانا من وعاية الناس ما بحيبش هخش السينما في العيد. اه سوري في رمضان. فعندي فكرة في دماغي بجد حداية او منها يعني في يعني فكرت في حاجة النهاردة بجد حداية منها فشخ. هقول لكم ليه? لان اه فكرة ان هو ينزل قبل رمضان ما يخرس باسبوع. انا خش بعد كده في فيلام العيد. فعندي اه شكوك جواية بتقول ان ممكن ينزلوا الفيلم. واول لما الموسم العيد الفطر يبدأ يشيلوا الفيلم يشيلوهم السينما. وده بصراحة هيبقى بجد حاجات دايق جدا لان معظم الناس اللي زي حالتي برضو ما بتحبش تخش السينما في رمضان. بتحب تخش في الايمة العادية يعني مش هزم حتى في العيد يعني في الايمة العادية. فحابة ان هي تشوف الفيلم بعد رمضان. فعندي بجد جواية احساس بيقول ان هم ما نزلوه قبل رمضان ما يخلص باسبوع واول لما العيد يبدأ هيشيلوهم السينما. معرفش ليه. فده بصراحة هيبقى حاجة مستفزة جدا. والخبر التاني اه بالسنة شفت الفيلم اللي هقوله هو فيلم آآ سكريم الجزء الخامس انا شفته خامس ولا سادس سادس اي تينك سادس كريم ستة انا شفته الحمد لله وفي الفيلم اللي اسمه سكريم جزء السادس الفرانشايز سكريم المعروف اتمنع من العرض كانسلد حتى كتمنزلة ان هو كانسلد في السينمات ايه السبب انا معرفش ما عنديش اي ادنى فكرة بصراحة انا قلت اي ممكن يكون في اجندة من الاجندات اللي موجودة في الفيلم ولا حاجة انا لما اتركت على الفيلم وان شاء الله بازن الله هعملو في العيد يعني مش دلوقتي آآ ان شاء الله بازن الله لما ايجي اعملو هنتكلم اكتر في الموضوع ده لان برضو دي كات من الحاجة اللي فكرتني شوية بالسنة اللي فاتت لما جينا اتكلمنا عن فيلم 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 زي الزفت وكل حاجة اجندات وبتاع عرام انا ممكنش في اي حاجة غير خمسة ستة ثواني كانت ممكن تتشال عادي جدا فيلم بقى اللي انا اتفرجت عليه ده اساس انا انا اتفرجت عليه ما فيوش اي حاجة ففكرة ان هو يتمنع دي غريبة شوية فمعرفش بقى فعشان كده بقول لكم فكرة ان هم ينزلوا قبل الموسم العيد الفترة قبلها بازبوع دي دي مقلقة شوية لان هم ممكن يعملوا الحركة اللي بقول لكم عليها ان يسيبوا الفيلم اللي مدت اسبوع بعد كده اتشال عشان الفيلم العيدة هتنزل فدي بصراحة تبقى حركة وحشة قوي منهم يعني بس كنت اعزى اقول الكلمتين دول ويلا بينا نعمل الفيلم اللي اولا نعمله هو فيلم خمس جولات وده الفيلم اللي احنا قلنا مش عارفين ازا انا هينزل في عيد الصغير والعيد الكبير يعني عيد الفترة وعيد الاضحى مثلا مش عارفين فيلا بينا نشوف تريلر انا مش عايز اقتلع بالمانشي لها طبال احكس تكنلت انا الصار تبقى لازم تراكي اتراب ليت بومة السهر لا كنتش يشاهدي مع انا بس مودة مان يخباكش اسمعك ان المبوك ابوك اعرف ما الصلاحة مودة ده صاحبي من زماني واخولي تقولك على حاجة تاس نفكرش غي في نفسك بس افتعل مودة انا معرفش هي بس فيلم التريلر عجبني فشخ بجد هاي عجبني جدا وما كنتش متوقع ان هو هيبقى كده ان ادم الشرقاوي ده هذا مش هرقوي ده انا اخر حاجة شفتها هالو اه كان لعبة نيوتن مش فاكر ازا كان شوفته في حاجة تانية بعد كده او لا بس هو كان ممسأل كويس يعني انا بالنسبالي احسن بكتير جدا من امير اه المصري كان اسمه احسن منه بكتير يعني فنيا اه لا الفيلم شكله حلو على فكرة طب تصدقوا بقى الفيلم ده تقريبا مش هينزل في العيد ده او غالبا معتقد شون هو هينزل في الفيلم في العيد ده هينزل في العيد اللي بعدين بس انا تمنيت ان الفيلم ده ممكن ممكن ينزل في العيد ده تصدقوا تخيلوا بقى او الفيلم ده كان نزل كنت ممكن اخشه شكله جابت عجبني جدا طريقة التصوير عجبني اخراجيا عجبني اللي جاء في الاخر اه الستايل عجبني لان عجبني شوية اه بيفكرني بالافلام بتاعت اليو اف سي بتاعت برة بكتير كدا زي والحاجات اللي كده اه لا بس حلو والله والله فكرة لزيزة جدا وكنت تتمنى ان الفيلم ده يبقى موجود في العيد بصراحة يعني وعندي حساسا الفيلم ده كان هينجح يعني الفيلم ده لو كان نزل في العيد ده كان هينجح خصوصا ان احنا بنتكلم في افلام كتيرة السنة دي اه يعني مش قدي كده الفيلم التاني اللي انا عمله هو فيلم اسمه ساعة اجابة اللي هو بتاع الطفل فيا الله بينا نشوف بينا نشوف حاجة هيكتهد ويذاكر عشان يفعل دكتور دكتور يقب لك أنجع فنان في مصر يا ستو حبيب انت كويس؟ مش؟ كمكبلا؟ معليش؟ белولا المقنود جانب درح الكرمه ما بيلمش رحل الكتب كانفا معايا على ريحة الكلوين كل الوعد اتاوك أوكي يا جماعة بصوا شكله فيلم لازيذ وكل حاجة بس برضو مش آآ مش دا يعني اللي واحد يخشه للسينما في العيد أكده يعني في الاول وفي الاخر فيلم اطفالي يعني فيلم توفولي قوي بس مش مش عارف مش حسه برضو يعني فكرة شكلها لزيزة وكل حاجة بس مش دل الواحد يخشه في العيد يا جماعة كمان يعني ما لأ بصراحة يعني ام لأ لأ ده يعني ده فيلم تتفرج عليه عارف ان تتفرج عليه في وقت العصر التفاهم ازاي مع كوباية قهوة ومع شوات بسكوت يعني تتفرج عليه في وقت العصر حرفين على تلات اربعة العصر كده انا كان تخش تنزم البيتك عشان تخش فيلم سينما اسمه ساعة اجابة وفي العيد في زحمة العيد لا يا جدعان لا يا جدعان يلا بينا على اللي بعديه الفيلم التالت التالت اي تينك اه اللي حنعمله هو فيلم بعد الشر وهو بتاع علي ربيع وربنا يسطر وانا بتفرج ما اتجلتش اه يلا بينا نشوف بيدلعوني قلولي سولي ابو لبل ما عرف اليوم دا يمشي حلو قوي ناخد الصورة بتاعت البوسة هنا ولا لما نراح البيت يا سولي دا طيب وجدع وبنكلم نعم نعم نعمشي بحلال خد سيء اخويا دا يعني انا دم واحد وقلب واحد وقب جاحد دا افرط ولا ويبزي مراوان شامب تتجوز وتسيبني ايه يا لو انت على زمتي واقول للدنيا دي كلها احبك احبك مستر الابنيس طب لو راجل افتاح يا سولي احبك مرة اتحول لست والتانية اتسخط لقيم يعني دا اتحول لدى انا مش يرتل برياتك عندك مارش مع الزمالك الدور في الجزيرة يا صاحب طب خشب نص اشي اخلا بنركبهم ونرين انا بنعمله دا جدعان وحنا في الايد وانفين اه في الايد ونادي الزغاية كبير اوكي يا جماعة نخش في اللي بعده طبعا انا مش عايزين اعلق صح يعني انت شفتوا ري اكشاني توني التريلر كله عامل ازاي يعني جماعة بجد هو ايه الفكرة ان منتج زي السوبكي بالتحديد احمد السوبكي اللي هو انا متأكد هو المنتج بتاع الفيلم دا ايثينك مش محمد السوبكي ايثينك احمد السوبكي صح كده اشان هو مكتوب سوبكي برودكشن فهو مين انتج احمد السوبكي تمان نفسي افهم يعني حموت وافهم ايه الاصرار الرهيب والفظيع في ان احمد السوبكي يعمل فيلم زي دا يعني انا مش فاهم وعلي ربيع برضو وبردو العيد اللي فات تقريبا والقابليه كان زومبي اللي كان محمد المرغاني برضو جماعة هو فين الدحك والله العظيم تلاتة هو يعني انا مش عارف اقول ايه والله لو فيلم حلو هقول هو مش عشان فيلم نزل في العيد لازم يبقى فيلم وحش ما وفيه افلام في العيد بتنزل بتبقى فشيخة ايه وانا عندنا كان سنة اللي فاتت كان عندنا كرة والجن يعني الفيلم نزل يعني فشخ الايرادات حرفين على فيلم في التاريخ ايه الفيلم ده يا جماعة انا مش عارف اقول ايه بصراحة ده ده كوميدي مسلا ده كوميدي هل ده كوميدي انا مش انا حرفين يعني مدحكتش انا ما ابتسمتش الفيلم التريلر كله وتاني عمر عبد الجليل انا مش عارف هو عمر عبد الجليل برضو مسر ان هو يحصر نفسه في افلام وفي اعمال غريبة سواء افلام ومسلسلات انا مش عارف يعني السنة دي عملنا الاجهر دورو ملوش اي لازمة السنة دي برضو طلع في فيلم بعد الشر ولا ليه ايه يا جماعة ده يعني انا يؤسفني واقول ان انا وصلت المرحلة ان انا ابتدت ازهق من عمر عبد الجليل الرغم ان انا بعش على حاجة اسمه عمر عبد الجليل بس ابتدأ يطلع كتير اوي زي ما تكون ان هو اتحرق يعني طلع في اعمال كتيرة جدا في افلام وفي مسلسلات ادوار ملاش اي لازمة فكون ان هو يطلع في فيلم زي ده انا مش عارف ليه ازاي برضو ما طلع في فيلم زومبي ليه يعني انا للاسف مش عارف هو ليه والمشكلة ان الافلام دي اصلا ما بتعيش يعني الافلام دي كوميديا ما بتعيش حتى يعني الواحد ممكن حرفين يعني يخشه سينما مرة ومايتشافش تاني فدي من نوعية الافلام اللي حرفيا محدش هيفتكرها ولا هيفتكر اسمها ولا هتعلم مع الناس ولا الهوى معرفش ايه فكرة الاصرار ان الواحد يفضل يعمل الافلام دي بجد يعني الفيلم اللي حنعمله هو فيلم ابن الحجة احمد وهو شيكو وده مفروض ان هو برضو كوميدي اتمنى بصراحة ان يعني تبقى بداية موفقة لشيكو ان هو اول مرة يشتغل مش مع هشام ماجد يعني فدي اول بطولة مطلقة ليه اه كافلام يعني فيلا بينا نشوف اتمنى يعني حرم عليك يا شلتة يا دي شلتة اسم احمد احمد واي حد هيقولي شلتة بعد كده هزععلي شلتة هزععلك حاج شلتة يدي حطها ورزاها اهي بنتي الدكتورة نبيرة اهي اني واحدة فيهم دي الكتير اول لا انا مزك دي مكانة الشغلة حرام علي والد حضرتك بتالي اعملوش اي علاقة بتقف تحدد تعيش في الدحل انا عايز اول طلقة في المرائد لا تصبوني زيام انا كده تصبوري بيوف وقت انا حبيت بيوف وقت هيدي الف شلتة وشلتة يا خب تارو لا ما فيش الف شلتة هو شلتة واحد بس البطل البقال جائد وهي قد ايوة يعني مين فينا الغان اللي جائد وكي يا جماعة برضو مش وحش مش واو بس برضو على الاقل دي ممكن تبدأ تكون خطوة كويسة لشيكو ان هو في الافلام الكوميدي بس انا بصراحة انا بحب هشام ماجد اكتر بكتير يعني انا في السلاسي اللي هو هشام ماجد وفامي وشيكو انا بحب هشام ماجد اكتر وبحس دايما ان هشام ماجد هو بيبقى انجحهم يعني سواء في السيناريو او في التمثيل الكوميدي يعني يعني بس يعني يعني مش عبيد مش تافي بس يعني اشتة يعني في اللذيذ برضو يعني برضو بس ما اعتقدش ان انا مش عارف ازا كم ممكن نخش في السينما ولا لأ بس الفكرة ايلا حد ما زريفة يعني زريفة يعني انا شايف من انه جيت نظري حتى من غير ما اشوف الفيلم ده اكيد 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 هيبقى قلطف حاجة موجودة في العيد السنة دي اكتر من اه من اسمه ايه ده اه بعد الشر ده اللواء مفروض ينزل كنت اقول لكم زومبي شفتم من كتر ما الفيلم اصلا يعني مش هنا اساسا اوكي يا جماعة الفيلم اللي احنا هنعمله ترييلر الرياكشن دلوقتي هو فيلم هارلي وهو بتاع محمد روضان يلا بينا نبص ونشوف اوكي يا جماعة هو تيزر طلع تيزر اصلا مش اه اه وغالبا ما اعتقدش ان انا هعمله ترييلر الرياكشن لما ينزل بس انا برضو مش عارف ليه احساسي بيقول لي من جوه ان الفيلم ده مش عارف اه مش مش هيبقى حلو هو ممكن ينجح يعني ينجح ارادات بس مش هينجح يعلم مع الجمهور خالص وخلينا صرحة مع بعض محمد رمضان يا جماعة مش نجم شباك يعني خلينا نكونوا برضو كده على مية بيضة محمد رمضان مش نجم شباك اخر فيلم محمد رمضان حرفيا عمله نجح هو عبدو موتا كل الافلام اللي نزلها من اول فيلم اخر ديك في مصر لحد اخر فيلم عمله اللي هو الديزل تقريبا انا ما اعتقد الديزل نجح شوية الى حد ما اجاب خمستاشر مليون او ستاشر مليون حاجة زي كده بس ما نجحش في الافلام الايدة عامة يعني لان كان تراب الماس هو اللي كان جاب الاولاني واخر ديك اه سوري الديزل كان مركز تاني او تالت حاجة زي كده فخلينا متفكين ان افلام محمد رمضان يعني هو مش نجم سينما من الاخر يعني يعني مع كامل احترامي لي بس يعني كريم عبدالعزيز بفيلم واحد حرفيا جاب ارادات افلام محمد رمضان كلها يعني مش متحمس ليه خالص حتى بان غير ما اشوف حتى تريلر رياكشن مش مبسوطة كما بجد حرفيا مش مبسوطة يعني اول مرة اتفرج على موسم عيد افلامه تبع عاملة بالمنظر ده يعني ده التريلر الاخير اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن وهو الفيلم الرعب بتاعنا يوم تلاتاشر او تلاتاشر يوم اه ثرتين ديز اي تينك هو تلاتاشر يوم اسمه يعني مش عالف ايه يوم تلاتاشر ده اه يلا بينا احنا نعمله تريلر رياكشن وده معانا اخر تريلر فيلا بينا مش فاهم اسرارك انت دي عاوز تلات في الاصر ما هو مش هانفع بيه عاصر بيتقال عليه مسكون ابسط حاجة اقوله طيب مسكنتش فيه لهم ده ما هو مش مسكون دلو مش مسكون على فكرة فيه مسأل بيتقاله غلط اللي بيخاف العفريك يطلع هيا امي ما تتمقتولا بصوا هو اللي انا شفته او حسيته من التريلر اآآ اعطاني شوية ميكس كده ما بين فيلم Brew 14-08 على The Exorcist على ميررز على حتة كده من سايكو على شوية افلام كده ممكن شوية بتاع ممكن برضو لان انا فهمت من التريلر معرفش بقى ممكن يكون انا غلطانة الله اعلم ان الفيلم ده هو قصص يعني هو الفيلم مش قصة واحدة تقريبا يعني هو مش قصة واحدة الفيلم قصص يعني فيه قصص كثيرة حتتحكها ومعرفش هل الوقت الزمني بتاع احمد داود هو معاه نفس الكاركترز التانية سواء شريف مونير عشان لو اخدتوا بالكو الوقت اللي كان في احمد داود كان لوحده دينا الشربينة ايثين كانت لوحدها احمد زهر ومحمود عبد الموني كان لوحدهم فهو تقريبا على ما اظن هم هيبقوا قصص وفيه حيبقى فيه اوقات زمنية بس المين كاركتر بتاعنا هو احمد داود وفيه قصص بتدور حواليه بقى فيه بقى قديم وجديد وحاجات زي كده الجرافيكس يا جماعة راح في ستين ده يا انا اياسف ان انا بقول كده بس الجرافيكس حرفيا يعني وحش فشخ يعني انا بجد نفسي اتفرج على فيلم عربي رعب يتعامل حلو دا نفسي انا لحد النهاردة عمري في حياتي ما شفت فيلم رعب بجد مصري ما فيش من ايام الانس والجن والتعويزة والحارث ووردة ومية اتنين وعشرين وحاجات كتيرة فاشخة كامب كامب ده طبعا كان ضحك فاشخة فاتمنى بصراحة انهم يعني اتمنى ان انا اكون غلطان يعني ده اتمنى ان انا اكون غلطان معرفش اذا كان ممكن اخش الفيلم ده ولا لأ يعني انا ممكن اخش الفيلم ده عشان اضحك اصلا يعني مش عشان القصة ولا حاجة بس انا اللي هيحبزني ان انا اخشه عشان اجرب ان ده يكون اول فيلم دي عربي مصري فدي اكتر حاجة بصراحة محف زاني ان انا ممكن الى حد ما شوية اخش الفيلم ده على الرغم ان انا عارف ان انا دخلت الفيلم ده حلاقي كارسة يعني انا متعكد من اليوم في المية ان انا حلاقي كارسة في الفيلم ده فاتمنى اه اتمنى ان اطلع غلطان اتمنى ان اطلع غلطان اه اوفر اقول بصراحة موسم عيد فطر روحش جدا وابصراحة انا اسف ان انا بقول حاجة زي كده موسم عيد فطر روحش جدا افلام وحشة جدا 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 انا مش مصدى ان ده موسم عيد فطر افلام موسم عيد فطر بتنزل انا فاكر في اعياد الاضحى او عيد الاضحى او عيد الفطر كان بينزل في افلام حرفيا ممكن بالفلمين و 3 افلام متبقى عايز تشوفهم السنة دي ما تفهمش فيه ايه يعني والسنة اللي فاتت برضه شيله كيرة والجن. الموسم اللي هو كان بتاع شلبي تقريبا ونبيل الجميل كل الافلام دي بصراحة يعني لأ يا جدعان. لأ. فاتمنى ان عيد الاضحى الموسم يبقى افضل من كده بكتير كافلام. واتمنى ان احنا نشوف بقى حاجة جديدة شوية. وموسم عيد الاضحى انا متأكد من يوم في المياه ان هو حيبقى حاجة جامد يعني. لان انا سمعت ان في كريم عبدالعزيز مجهز فيلم. هيعمل فيلم مع فيتر ميمي هو ومحمود عبدالعزيز ابنه كريم محمود يعني هما كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز يعني وتقريبا فيه منها شلبي. فاكيد هتبقى حاجة جامد يعني. بس نسبة تركبي لكل الافلام دي لا تتعدى حرفين تلاتة من عشر يعني بدون مبلغة يعني. كل الافلام مع بعض. معرفش هيبقى في معانا فيلم ولا لأ بس غالبا لو هيبقى فيه يعني حط جون ويكده على جنب يعني ممكن في الافلام العربي ممكن الى حد ما ده. عرغم ان انا داخل انا لو دخلت في المدع عارف ان انا هطلع حافش اخو في الريفيو يعني. بس اتمنى ان انا قوي غير رأيي بس اه ما اعتقدش ان اذا حيحصل. بس اه اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء لو شوفكم فيديهات تانية قريب ما نسوش تعملوا سبسكرايب ولا ايك وشير لو الحلقة عجبتكم وانسوش بردو تعملوا سبسكرايب للشانلز التانية اسمها تيك تو هوم الون هسابلوكو اللينك في الديسكريبشن ولا احب ان تعملوا بفولو لايك على فيسبوك وتترو انستجرام برضو سابلوكو اللينك في الديسكريبشن وباي باي